ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه هكذا ختم الملك محمد السادس كلامه حول الجزائر في خطاب الذكرى الثالثة والأربعين لحدث المسيرة الخضراء لم يكتفي المتحدث بهذا بل استعمل من كلمات الأخوة والجارة والأشقاء والجيران ما لم يستعمله من قبل المتمعن في خطاب الملك الجار أول ما يسأل يسأل عن لماذا هذا التوقيت بالذات هل هذا الكلام نابع من ملك لم يعز الجزائر في نكبتها يوم سقوط الطائرة العسكرية وتأخر عن باقي الركب بأيام أم أن المصالح وحدها كفيلة أن تغير الميزان وتبدل الحال إلى حال لماذا الآن بالضبط جاء خطاب الملك عاطفيا أخويا بعيدا عن لغة التشنج والخلاف أسئلة كثيرة مشاهدنا تطرح في هذا العدد عن خرجة ملك المغرب في خطابه أمس وما حمله من رسائل عديدة وخلفياتها السياسية وكذلك ما يدور في الجوار والإقليم من حراك وتغيرات قد تكون لها علاقة بهذه الرسائل أسعد أن نخصص هذا العدد لهذا الموضوع وأسعد بأن يكون ضيفي في الأستوديو الأستاذ عبد العزيز الرحابي الدبلوماسي ووزير الاتصال سابقا أهلا وسهلا بك سعد سفيره مع علي الوزير نتشرف دوما بإصدافتك في مثل هكذا قضايا متعلقة بالدبلوماسية والعلاقات الخارجية لكن قبل أن نبدأ النقاش في موضوعنا اليوم لراه عامل يعني راه متصدر وسائل إعلام وطنية ودولية متعلقة بخرجة ملك المغرب نستمع لمقتطفات من خطابه أمس ثم نبدأ النقاش مباشرة مشاهدنا نستمع لهذه المقتطفات لخطاب الملك المغرب ونبدأ النقاش مباشرة بعدها نبدأ النقاش معك مباشرة سي رحامي أولا خطاب مغاير للعادة خطاب بلغة لم نعهدها من قبل من طرف الملك المغربي بعيدة عن لغة التشنج بعيدة عن لغة الاستفزاز بعيدة عن لغة الخلاف في رأيك لماذا في هذا الوقت بالذات هذا الخطاب نكيد هو أن اللهجة جديدة إذا قررناها 15-15 سنة لمرض حياة لأن الخطاب الملك كان أكثر من مرة خطاب لهجته كانت شيئا ما غير مقبولة هذا الخطاب جديد أكيد ولكن محتواه ليس بالجديد في عدة أسباب أولا شيء يقلل من أهمية هذا الخطاب هو أنه جاء بمناسبة اجتياح السعر الغربي كان ممكن لجنيات الملك أنه يقترح أو النوفمبر في رسالة إلى رئيس الجمهورية أو عيد العرش للأداء بهذه لتوصيل بشيء توصل هذا الرسالة الأخوية العامل الثاني هو أنه الظرف المميز الآن هو ممكن رسالة موجهة كذلك لحلفاء المغرب في مجلس الأمن لأننا نرتقب فتح المفاوضات المباشرة بين البوليزاريو والمغرب في ديسمبر في جونيف في أول الأسبوع الأول من ديسمبر 5 و 6 ديسمبر في جونيف ثالثا إشارة الخطاب يوحي بأن الجزائر هي المسؤولة على الوضع الحالي الرابعا العامل كذلك الرابعا أعتقد هو مهم كل هذه الأليات التي أتى بها خطاب ملك المغرب موجودة داخل الاتفاق من راكش يعني أصلا اتحاد المغرب العربي الأليات تعو أليات تشاور تنسيق وتكامل اقتصادي وأنا ذاك في مراكش فكرة الفلسفة العامة عن مراكش القرار الاستراتيجي الذي أخينا في مراكش في 89 هو بناء المغرب العربي قد يساعد على حل مشكلة تاح السحراء الغربية ولكن الفصل بين مشكلة السحراء الغربية ومشكلة بناء التحاد المغرب العربي يبقى في الأمم المتحدة أنا ذاك كان كذلك ما صار الاتحاد الأفريقي في هذه السنوات ثم تراجع تراجع شوية الاتحاد الأفريقي وارجع السنوات هذه الأخيرة فأنك تفصل بين مشكلة السحراء الغربية وبناء الاتحاد المغاربي وبالتالي أنا أعتقد شخصيا أن الشيء الجديد فقط هي اللهشة يعني شكل اللهشة المضمون لا جديد فيه ولكن الخطاب ما كانش اقتراح الخطاب يفتقد يفتقر يفتقد الاختراح مباشر ملبوس ما هي قرارات التي يوخدها المغرب ما هي القرارات التي تؤسس إلى الثقة بين الدول العلاقات الدولية مبنية على الثقة بين الدول الثقة مؤسسة لطبيعة العلاقات وثيقة العلاقات وقوة العلاقات بين دول هذه موش فقط بين الأفراد تحكم العلاقات بين الدول الثقة مفقودة الآن بين جزائر والمغرب مفقودة أنت قلت الثقة تؤسس لعلاقات الدولية لكن هناك أيضا مصالح سيد رحابي كين ثقة وكين مصالح الثقة تؤسس إلى أي مسار مثلا إذا تفتح مسار تطبيع بين الجزائر والمغرب الجزائر طرحت أكثر من عشر سنوات شروط باش تطبع العلاقة تحت مع المغرب أولا أن توقف الحملة العدوانية والخطام العدواني الرسمي هذا هو الفرق بين الجزائر عمرك ما سمعت أنت مثلا رئيس البودفليقة كانت لهجة عنده لهجة عدوانية إذا اتجاه المغرب العكس في المغرب صحيح الصحافة الرسمية الصحافة الحكومية الأحزاب الموجودة في الاتلاف الحكومية في المغرب خطابها عدواني ثم أولا هذا مهم كثير هذه من الشرولة طرحتها جزائر العامل الثاني هو أن لازم المغرب يظهر نية الحقيقية في محاربة التهريب تحت المخضرات أساسا أنا رح نتكلم لك على هذا ثالثا أرجوك ثالثا أنه يقبل بأن الموقف تاع الجزائر بمساددة ومؤاذرة شعب الصحراوي موقف مبدئي يجب أن تحترمه يجب أن تحترم الموقف تاع الجزائر في مخص القاضية الصحراوية على هذا الأساس تتفاوض على المدخل أنا هنفصل في المبادرة أو كما سماها ملك المغرب المبادرة ولكن بعد أذان العشاء سعادة السفير المشاهدين نرفع على مسامي حضراتكم بأذان صلاة العشاء وأنا أعود مباشر قبل الله صلاة الجميع نواصل في نقاشنا على المباشر سعادة السفير رحابي قبل الأذان قتلي لا جديدة في الخطاب على الأقل من نسبة في المحتوى طيب أنا باش نروح معك كما نقول وحنا بالدرجة حبا حبا نروح معك في هذا النقاش الملك اليوم جوهر الحديث هو اقتراح آلية اقتراح أو اقتراح مبادرة إن صح التعبير لجلوس طرفين هما الجزائر والمغرب على طاولة مهما كان مستوى التمثيل فيها وهو المحدد من طرف الدولتين من أجل النقاش بصراحة الحديث بصراحة الملك يقول دون طرف ثالث في كلامه في رأيكم من يقصد بالطرف الثالث هل كان أو هل ينوي أو عنده خلفية أن هناك وساطة ثالثة أم ماذا ما عنديش معلومات إذا الحكومة المغربية كلمة رسمين لحكومة الجزائرية حول هذه المبادرة وعطتها إشارات ليس لهديئة معلومات ولكن الأليات التعاون الثنائي بين الجزائر والمغرب موجودة في اللجنة المشتركة بجزائر والمغرب الأليات الإقليمية موجودة باتحاد المغرب العربية لا أتصور أن هناك طرف ثالث داخل هذه الأليات كانت قد طرحت قبل سنوات فكرة فرنسية أن يناقش تناقش قضية الصحرة المغربية بطريقة الصحرة الغربية بطريقة مباشرة بين المغرب والجزائر ثم ردت الجزائر رسميا عن هذا الاقتراح وقالت أن هذا مدى مشكلة تصوية الاستعمار وتقرير ما صير يبقى من صلاحيات الأمم المتحدة لذلك ليس لدي أي إشارة توحي بأن هناك اقتراح مغربي رسمي للحكومة الجزائرية العكس هو مالك المغرب ينتظر في خطابه من الجزائر أن تقدم مبادرات وتقدم اقتراحات ولا أتوقع أن الجزائر ستقدم مبادرات واقتراحات مدام الإطار القانوني التوافقي اللي اشتغلنا عليهم منذ ما قبل الاستقلال إلى حد ساعة موجود أصلا هو نحن معناش في حاجة إلى آليات جديدة خارج الآليات اللي موجودة في الإطار الثنائي والإطار الإقليمي ممكن قد لازم ننتظر تطورات في الخطاب المغربي بجوشوف إذا هناك اختراح ملموس أو تفسير نواية وخطاب ملك المغرب لأن هذه تقاليد والتقوص في العلاقات بين الظنائي لا تكتفيه بخطاب الخطاب لا يؤسس لعلاقات لكنه العمل العمل السياسي العمل اليومي العلاقات اليومية خليك عبدك مثلا مؤشر نشوف إذا هناك حقيقة نية للمغرب في تطبيع العلاقات في المنطقة هي المحادثات المباشرة بينهم وبين البولوزاريو يوم 5 و 6 ديسمبر في جوينال امتحان يعني هو امتحان اول امتحان طيب سعاد سفير أنت تقول لا يوجد اقتراح ولكن الملك يقول أنا أقترح أنا أقترح حوار مباشر صريح دون وساطة نتفق على تمثيله على أي تمثيل ونتكلم فيه في كل القضايا العالقة والمطروحة هو يقول هذا الكلام هو مبدئي أن تعرف أن الجزائر دايما رفضت أي وساطة عربية أو غير عربية في علاقتها ثنائية مع المغرب فبالتالي هذا كذلك ليس جديد في تاريخ العلاقات الجزائرية المغربية وموقف الجزائر من الخلاف الجزائري المغربي حول قضية سعرها غربية ثم الظروف لخلت جزائر تغلق عدودها مع المغرب نحن دايما تعرف كثير من الدول خاصة دول الخليج يقترحوا إلى حد الساعة وساطة بين الجزائر والمغرب تون جد والأعمال المسبق لأن هذا هو الإشكال إذا كانت على أساس العلاقات الثنائية المشاكل بين الجزائر والمغرب معروفة واضحة المخضرات مسألة العدود مسألة الأم مسألة قضية السحراء الغربية التطبيع يحتاج وقت ولماذا توقف التطبيع لباشرة به الجزائر قبل ست سنوات أو سبع سنوات هذا كان مسؤولية المغرب من المغرب لغا زيارة رئيس الحكومة ويحيان ذاك ليلة الزيارة فبالتالي ما تخدرش لأسباب ممكن راجعة أنا لا أعتقد أن المغرب عاش أو الآن عنده ضغوطات أجنبية لتطبيع العلاقات ته مع الجزائر بقدر ما هو حقيقة في حاجة إلى الجزائر كجار في حاجة للجزائر كسوق في حاجة إلى أنه تكون على الحدود تفتح حيث تكون متنفس لشرق المغرب ويكون سوق كاكل السياحة لسواح الجزائر أكيد هو في حاجة إلى الجزائر نقدر نفسطر هذه الحاجة بأن هناك رغبة حقيقية من طرف المغرب للتقارب مع الجزائر بالنظر لما يحدث في الخليج من توتر إن صح التعبير وخذلان له بعد ما حدث في تصويت لكأس العالم الأخير تصويت لكأس العالم سرحابي ومتع على الطلاع يوم راهن هو على دول الخليج لم تصوت عليه والجزائر صوتت عليه هذا يهمه علاقاته مع دول الخليج وطبيعة علاقاته مع دول الخليج تم المغرب نحن لا ترى بأنه وجد نفسه وحيدا راهن ومراهن يعني خاسرة هو هو من ناحية وجوده جيوستراتيجي أكيد إن المغرب عنده مشاكل مدام عنده حدود فقط مع الجزائر البحر الغربية وصم المحيط والبحر الأبد المتوسط هو يعيش شبه عزلة ولكن هذه جيو سياسيات تخلق لك بعض المشاكل لأنه ما عندكش امتداد مباشر في حدودك ولكن هذا ليس بالجديد لذلك احنا كنا دائما نخترح على هو بوابة إفريقيا حقيقة بوابة العالم العربي هي تبقى دائما جزائر بحكم موقعها جيوغرافي ولكن كل بلاد حزب الإمكانية تحتها حزب العبقرية تحتها تبلور وتطور حلقتها المغرب عنده علاقات مميزة مع فرنسا استراتيجية ودول الخريج جزائر بحكم تاريخها وحكم هويتها دبلوماسية عند علاقات مع فضاءات أخرى هذا لا يمنع الدول أن تخدم مع بعضها هذا لا يمنع الجيران أن تخدم مع بعضها ولكن على أساس احترام المصالح تكل واحد وعلى أساس احترام المبادة تاك حتى في السياسة الخارجية ما تجل مش تطلب مني مثلا أني نغير الموقف تاعي من السحر الغربية على أي أساس وانا سنت كل قضايا تحرر في العالم بما في ذلك في أمريكا اللاتينية في إفريقيا في آسيا على أي أساس أن العالم كل يعترف بأن هذه قضية تصوية الاستعمار ما كانش دولة في العالم تعترف بسيات المغرب على هذه الصحراء الغربية وفي أن إن واحد تطلب من الجزائر تتناسل على أي أساس شوف لا أحيحة الأخيرة من جسل الأمن أقرت بوجود حل عادل دائم يضمن حقوق الشعب الصحراوي أي تقرير المساعد فبالتالي وشوف هذا الخطاب الذي سمعته اليوم أنا سمعته في مراكش هذا سمعته في مراكش قبل قريب 30 سنة نفس الخطاب يعني نفس الخطاب بتاع الدول المغربية موش فقط الخطاب بتاع ملك المغرب خلينا نبني الاتحاد المغرب خلينا نخلق مصالح متكاملة بين بعضنا هذا يساهم في حل مشكلة الصحراوي هذا هو الخطاب هذا هو أعتقد أن هذه فلسفة الخطاب بتاع الملك المرة هذه نفس الشيء ولكن هذا الخطاب قديم ما جديد فيه طيب سرحابي الملك لما يقول أن الوضع وضع العلاقات بين البلدين غير مقبول وغير طبيعي في رأيك هل يقصد بهذا الكلام غير مقبول وغير طبيعي هل يقصد قضية الصحارة الغربية هل يقصد سوق المخدرات المفتوحة على مصر عيه هل يقصد مشاكل أمنية أين الوضع غير طبيعي من نظرته في هذا الخطاب أين هو هو كي تكون حدود مغلوقة بين البلدين هذا وضع غير طبيعي إذن البلدين ما يتبادلوش زياراته ومجيران على مستوى على مستوى وزير على مستوى الرأس على حكومة على مستوى الملك ورئيس الجمهورية تاعنا هذا مو هذا كان وضع غير طبيعي أكيد ولكن من هو المسؤول على هذا الوضع كيف وصلنا لهذا الوضع كيفش وصلنا لهذا الوضع كيفش ندير مش نخرج من هدو الوضع الجزائر طرحت شروطها قالت هاي شروط واحد اتنين ثلاثة للخروج من هدو الوضع ولكن الموقف تحت المغرب ما تتغيرش وفي اغلب الاحيان ما يتغيرش هذا التعرض نتفيق الاحيان راجع الى انه عنده تأييد غير مشروط من دول الخليج وفيرنسا ولكن ما تجمش تحكم علاقاتك مع جيرانك بحكم التحالف لعندك مع الدول بعيدة عليك بخمسالاف كيلومتر وبالتالي الجغرافية تفرض نفسها في العلاقات بين الدول جارك ما تختاروش هذا هو حكم الجغرافية هذا هو حكم الجيو بوليتيك وشوف من هدو الناحية تاريخيا في عدونا مع التونس وفي عدونا مع المغرب كنا بادرنا في ثمانينات لأننا كنا حقيقة نامن تعرف حلم اتحاد المغرب العربي موجود بكثرة في الجزائر موجود عند النخب موجود عند الشعب ولكن العلاقة عن النخب في تونس والمغرب مثلا مع قضية الاتحاد المغرب العربي وفقط كسوق لأن جيراننا يحبوا الاندماج الأفقي الاندماج مع أوروبا الاندماج مع أمريكا الاندماج مع آسيا نحن مازلنا نظن أنه بيش تخرج من التخلف لازم تندماج إقليميا الاندماج الإقليمي في العلاقات الدولية اليوم غير كافي لأننا أصبع عالم بدون حدود أصبحت التجارة تحكم كل شيء أصبحت المنافسات تحكم كل شيء كل الدراسات التي صدرت على العلاقات بين جزائر والمغرب تقول أنه لو تفتح الحدود الجزائرية المغربية ممكن تزيد نقطة في التنمية تاعم المغرب هذه الدراسات صدرت في المغرب ولكن من تفتحش حدودك بدون شروط هذه تخفع إلى شروط وشروط اللي طرحوها الجزائرين يعرفوها غيرها لا أعتقد أنه خطاب حتى إذا كانت اللهجة تعود تختلف على اللهجة سابقة على اللهجة سابقة منذ 15 شنو سيغير في ظرف لي للعلاقات الجزائرية المغربية طيب حضرتك سيرحابي كديبروماسي على أرض الواقع وفرضا تم السحداث آلية فرضا تم السحداث آلية للنقاش أو للحوار كما طلب الملك هل في رأيك يمكن للمغرب أن يقبل بموضوع الصحراء الغربية دون شروط أو أي شيء هل يمكن أن يتنازل في رأيك على هذه النقطة؟ هو أولاً المشكلة ليس في يده المشكلة في مسار أممي على الأمم المتحدة لكن هناك تعنت هناك موقف مرافض لكل هذه المسارات التعنت تراجع أساساً في الاعتبارات طبعاً أكيد الاعتبارات السياسية داخلية في المغرب وراجع كذلك المؤذرة اللي عنده من دول الخليج وفرنسا فرنسا خاصة كعضو في مجلس الأمن حتى اللائحة الأخيرة فرنسا لعبت فيها دور مميز حيث طلبت أن تمديد المينيرسو عاوضة تكون ست شهر لأن الأمريكان عند القراءة تختلف على فرنسا يقول لك هذه قوة حد السلام في المينيرسو في الصحراء الغربية نجددها فقط لست شهر باش تقول لي تخضع الأجندة تعمل مفاوضات بين الصحراء والمغربة يخلقوا الضغط الضغط عليها الفرنسيين يطلبوا أنها تكون سنة يعني يعطيه مهلة أكبر للمغرب يعني يخفوا الضغط على المغرب ولكن مش ممكن تغير طبيعة المشكلة للسحراء الغربية ولا المغرب ولا حتى فرنسا كعضو دائم في مجلس الأمن ما غيرتش من طبيعة القضية مدام كل دول بما في ذلك فرنسا ما في ذلك فرنسا من بعد ذلك الاتحاد الولايات المتحدة تكرر بأن هذا المشكل لازم له حل في عادل في إطار أممي ويضمن خخصة تقرير شعب تقرير ما صير هذا مهم كثير هذا هو أساس هذه نقطة محورية في كل شيء أساس كل شيء الباقي شكليات الباقي كله شكليات قضية المخدرات أو شيء كله نقطة أساسية هي الصحراء الغربية لا لا قضية المخدرات وش هي قضية المخدرات كيفش تقس انت حقيقة نية جارك في محاربة التهريب قضية المخدرات حتى المخدرات تخضع إلى جيو بوليتيك شوي عندما وقعت مشكلتها الهجرة السرية البحر الأرض المتوسط وخاصة علاقة الهجرة السرية بالإرهاب فأوروبا أصبحت عندها قوة الآن قوة عسكرية قوة عسكرية لحماية حدودها ضد الهجرة لأنها تدير علاقة قلت لك سيلا مباشرة بين الهجرة والإرهاب والإرهاب فبالتالي تسويق المخدرات المغربية وأكبر منتج في العالم الحشيش إلى أوروبا أصبح شيئا صعيب ففتحت لهم طريق الجزائر أصبح متنفس في تجارة المخدرات الجزائر كذلك المخدرات ما تبقىش في الجزائر أنها تروح حتى الدول الخريج دول الساحل أصبحت بلد ما مر تحت الأسيا صحيح بلد الجزائر بلد مستهلك بلد ما مر كذلك للمخدرات فكيف أنت تقيم نية جارك عندما تشوف إذا جارك حارب حقيقة الجماعات شبكات التهريب صحيح عن المخدرات إلى الجزائر هذه أول هذه تقسها بالكميات محجوزة ثاني أني قلت لك وارجع إلى المبدأ أنه لازم المغرب يغير في اللهجة العدوانية الرسمية 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 مهم هذا الخطاب الأول للمالك المغرب منذ 15 سنة ما هاجمش فيه الجزائر ورئيسها لذلك خلق الحدث هو الحدث حقيقة لأنه جديد لأنه تراجعت للهجة العدوانية في الخطاب هذا مهم ثالثا وكررها ما تنجمش تطلب من الجزائر أن تغير الموقف من قضية السعرات يعني تطلب الجزائر أن تنكر الهوية تحاد وهي التي ساعدت كل الشعوب في تقرير مصيرها وهي هذا مبدأ مؤسس للهوية تعل السياسة الخارجية الجزائرية نمتاز نروح الفصل الإشهارين كملوا بعد النقاش لم يبقى الكثير سي رحابي مشاهدنا الفصل الإشهارين وصل بعده ابقوا معنا مرحبا مجددا مشاهدين في نقاش على المباشر مع سعادة السفير السابق وزير الاتصال أيضا السابق سي عبدالزيز رحابي قبل أن نختم معك النقاش تطرقنا تقريبا لأغلب القضايا أو أغلب النقاط في خطاب ملك المغرب أمس وكل ما جاء به قلتم أنه غير جديد اللهجة نحتاج الآن إلى خطوات واقعية الآن ربما الكل يتساءل كيف ستكون ردت فعل الجزائر بعد هذه الدعوة هو أعطى اقتراح أعطى مبادرة وفي نفس الوقت قال أنهم متفتحون على كل مبادرة أو مقترح يأتي من الجزائر دون شروط ودون استثناءات هل تعتقد أنها ستكون هناك خطوات عملية أولا من جانب المغرب وإن كانت كيف ستكون ردت فعل الجزائر أنا لا أتوقع أن يكون رد حقيقة الجزائري مباشر على مستوى رئيس الجمهورية أنه يبقى هذا خطاب هذا دبلوماسية أشكال خطاب ولكن كذلك قرارات صحيح قرارات من الموسى أكيد أن الجزائر ستترقب خطوات عملية جديدة أنا قلت لك أول امتحان لهذا الخطاب ستكون نتيجة المحادثات المناقشات المباشرة بالبوليزاري والمغرب بحضور الجزائر وموريتانيا كدول جارة عندها مصلحة في هذه القضية بحكم فدعيات الجيوار لا أتوقع شكرا أن يكون رد فعل لأن هذا الخطاب الذي قد يظهر جديد هذا لهجة جديدة من المغرب ولكن هذا خطاب رسالة التي يبعطها رئيس الجمهورية إلى ملك المغرب في عيد العرش منذ عشر سنوات الأخيرة كانت الرسائل لتعرئيس جمهورية الجزائري كانت دائما بهذه اللهجة اللهجة إيجابية تفتح العبواب لذلك قتلك فمدام اللهجة جديدة هي لي خرقت لحدث صحيح موش لحدث في حد ذات ولو لم تتبح خطوات عملية ميدانية لن يكون هناك جديد طيب سؤال أخير اليوم أيضا وزير السابق سيمو حيد دينا ميمور تدخل عبر قناة النهار وقال أن أكبر مشكلة في العلاقات بين بلدين هو مشكلة الثقة المفقودة قال بدون استرجاع الثقة المفقودة بين الطرفين لن يكون هناك تقدم كمجرد كلام توفقه الرأي في هذه النقطة ولكن الثقة تسبقها قرارات تصنع الثقة القرارات هي لي تصنع الثقة لذلك هي في التقاليد الديبلوماسية العامة التي تعمل بها العلاقات الدولية دائما القرارات التي تخلق للثقة هي لي تسبق المحادثات دائما دائما أنت لازم توفر جو توفر جو جو هذك تسودوا الثقة والثقة هذه تسهل النقاش بين الدول تسهل العلاقات إلى حد الساعة العلاقات الجزائرية المغربية تفتقد حقيقة أول إلى رؤية حتى على المدى القصير ثانيا إلى الثقة هي أساسية ممتاز سؤال أخير هو سؤال حلقة ملك المغرب يطلب حوارا صريحا مع الجزائر حقيقة أم مناورة إعلامية ليست حقيقة وليست مناورة كلام الاستهلاك لا خطاب خطاب رئيس دولة يدرس ويأخذ بعين الاعتبار عنده إيجابيات وعنده سلبيات وعنده حدوده وتنتظر منه المزيد تنتظر أن الخطاب هذه النية هذه المعلنة صاحبها أفعال ممتاز نشكرك جزيلا شكرا سيد عبد العزيز رحابي الدبلوماسي والوزير الاتصال سابقا لحضورك معنا اليوم في نقاش على المباشر مشاهدين إلى هنا نصل إلى ختام عدد اليوم من نقاش على المباشر الشكر لكم على حسن الإصغاء والمتابع الشكر لكل الطاقم العامل معي هذا المساء التفاصيل تأتيكم في الحصاد الإخباري بحول الله والسلام عليكم